افعل الحق كن امينا في اخلاقك كن امينا في تصرفاتك اسمع قول المسيح وحاول تطيعه من يعمل الحق يأتي الى النور لا يخاف من ان يأتي الى النور يعني ايه يعني يعني انت تعمله هو فعلا ده الحق بالزبط عندك استعداد يتكشف قدام الناس عندك استعداد كل الناس تعرف عنه ما فيش اي مشكلة عندك ولا فيه حاجة لا مايصاحش ابي هذا المقدار يا سفيرا بعتم الحق اه سفيرا طيب هو مش كان الحق لكله بتاعكم وانا قلتلكم بعوء ليه ليه احناني ليه احناني هتعمل كده اما كان كله لك انت اللي على فكرة لو بعته وخليت الفلوس بتاعته عندك اه انا عمرنا ما كنا هنقولك حاجة بلاش كده كان ممكن اوي على انا فكرة حناني تيجي تقول يا جماعة انا بعت الحق بميت جنيه مخلي ادي خمسين للعيال وادي خمسين ليكم كان بطرس اقول له حاجة ابدا بس هو غاوى انه يجزب عايز يجزب هتموت يا حناني وانت يا سفيرا هتموت معا لانكم لم تجزب على الناس بل على الله ليه ليه بنعمل حاجات غلط ليه بنعمل حاجات غلط ليه بنخبي ليه 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 فيه حاجات بنعملها مش عايزين الناس تعرفها واحنا عارفين انها شر ليه ليه تعرف انت بتعمل ايه في روحك انت بتدمر امكانياتك العقلية لمعرفة الحق هتفضل طول عمرك ما بتفهمش تقول لا بفهم اوي ليه صدقني طول ما انت بتجذب هتفضل طول عمرك ما بتفهمش اوعى تفصل اخلاقك عن عقلك اوعى تفصل قدراتك الاخلاقية عن قدراتك الذهنية كل ما قدراتك الاخلاقية قلت كل ما امكانيتك على تمييز بين الحق والباطل بتقل ولما تب انسان كداب في حياتك مستحيل هتعرف تميز بين الخير والشر تمييز بين الخير والشر ما ينفصلش عن التمييز بين الحق والكذب لكن الجزء الثالث الحق ليس فقط شيء او حقيقة تعرف وشيء يعمل لكنه شخص يعرف اشتركوا في القناة